نعم هذه من الشبه نحن نقول وكما قلنا من قبل إن ديمقراطية بمبادئها عند طائفة من الغربيين الذين نظروا لها هي حاكمية الجماهير نعم هي أن يحكم الناس أنفسهم بأنفسهم حتى من خلال القوانين نعم بدون اعتبار لأي دين أو لأي تشريع هذا المفهوم مناقض لأصل الدين بدون شك ومن جعل الحق في التحليل والتحريم لغير الله تبارك وتعالى حتى يجيز للبشر أن يحلوا ما حرم الله ويحرموا ما حل الله فقد خرج من الإسلام ولياذ بله وأشرك بالله عز وجل ولكن أن يأتي أوناس بفتوى من بعض أهل العلم أن الإنسان يجوز أن يشارك في الانتخابات من أجل تخفيف الشر ومن أجل دفع ما يمكن دفعه من الفساد والظلم ومن أجل السعي إلى أسلمة القوانين والاعتراض على أي قانون مخالف للشريعة ونصرة الأحكام الموافقة للشريعة وتثبيتها وإقرارها فهذا أقل ما يقال فيه أنه محل اجتهاد نعم هذه المسألة ثم إن الغربيين الذين نظروا للديمقراطية أيضا لم يتفقوا على تعريفها بأنها هي أن يحكم الناس أنفسهم بأنفسهم هناك من يعرف الديمقراطية من الغربيين بأنها إعطاء المجال للناس ليكونوا أحرارا وليمنعوا عودة الدكتاتورية هذا بعض الغربيين أنا نسيت الأسماء الآن لا تحضرني ولكن قرأت تعريفات لهم أن الديمقراطية هي منع عودة الاستبدال إذن لا يقال إن الديمقراطية تفسر بما فسره بها الغرب وهو لم يفسرها إلا بتفسير واحد وهو حاكمية الجماهير أو أن يحكم الناس أنفسهم بأنفسهم من خلال تشريع ما يشاءون من التشريعات بدون النظر إلى دين أو شريعة أو كتاب سماوي هذا ليس متفقا عليه حتى بين الغربيين أنفسهم